شاهدين وجه محمد الفزازي أحد أبرز الوجوه السلفية في المغرب وجه رسالة استفزازية إلى الجزائر كما استهزأ من خلال الرسالة على صحة رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفلقة المفتي المغربي تطول على الجزائر من خلال تهجم على الجيش الشعبي الوطني كلما جاء في الرسالة تعاملت معه صحفة المخزن وتصدر عنوينها والسؤال المطروح هنا إلى متى يبقى الحقد المغربي للجزائر قائما محمود حيمر والتالي ظهرت رسالة جديدة نشرتها صحافة المخزن كتبها ما يسمي نفسه بالفقيه محمد الفزاز المغربي يوجه من خلالها عبارات متهجمة على الجزائر وعلى شخص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفلقة الرسالة المتداولة حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي تناول من خلالها عدة نقاط تبرز حقده على الجزائر حيث طرح أن الجزائر الخاسر الوحيد من غلق الحدود والمشكل لا يعود إلى تهريب المخدرات والأسلحة كما ازداد تطوله واستهزأ بالحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفلقة المتواجد في فراش المرض حسبه محمد الفزازي المولود سنة 1949 والمكنب أبو مريم حكم عليه بالسجن لمدة 30 سنة بتهمة تفجيرات الدار البيضاء سنة 2003 لكنه استفاد من العفو الملكي من قبل الملك محمد السادس الفزازي نسى كل هذه التهم ورح يتدخل في شؤون الجزائرية واصفا تخلف الجزائر في المناطق السياحية والوضع الاجتماعي معللا بذلك تفوق السياحة المغربية على أي سياحة يتحدث والمغرب يعد من بين الدول الأولى في السياحة الجنسية